السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أحبا المشتركين من الوطن العربي الكبير هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب ده الدرس الأول من دورة تحسين خط الرقعة بالقلم الجاف أهم حاجة عندي هي الصبر الصبر على تلقي المعلومة والصبر على الكتابة والصبر على أني يكون خطي كويس بعد انتهاء الكورس تركز في كل معلومة هتتقال خلال هذا الكورس أو الدورة تكتب مرة واثنين وثلاثة وعشرة الحاجة اللي نقولك عليها تكتبها مرة اكتبها مرة الحاجة اللي نقولك عليها اكتبها عشر مرات عشرين مرة خمسين مرة اكتبها بدون منقشة وبدون شيء أهم حاجة في البداية زي ما قلت لحضرتك أهم حاجة عندنا هي إيه؟ عايزين ناخد حاجة واحدة بس اللي هي الصبر الصبر على تلقي المعلومة والصبر أثناء الكورس نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الطريقة الصحيحة للإمساك بالقلم كل حاجة هنشتغلها مع بعض من خلال الكورس بتاعنا هتبدأ حضرتك تكتبها وتنزلها في جروب الواتساب اللي هنكون عاملينه إن شاء الله بإذن الله واللي هنقول للمشتركين عليه مع بداية حجز الكورس أول حاجة معنا هي الطريقة الصحيحة لإمساك بالقلم بعض الناس بيمسك القلم بأربع أصابع بعض الناس بيمسك القلم بأكثر من إصبع فإحنا عايزين نعرف الطريقة الصحيحة فمعنا مثال تعالوا كده نشوف حط إدك هنا أدم كده فالطفل أو ابنك هتخليه حطي صوابعه كده الخمسة ده طبعا أدم ابني هنخليه يحط الأصابع الخمسة بتوعه كده أهم وهديك إنته هنا كده هتحطول القلم ده وتخليه يضغط يقرب الصبعين دول من بعض كده بالشكل ده جد تمام قرب الصبعين من بعض يأدم بالشكل ده أهو تمام وبعد كده هنخلي الصبع ده كده هنمسك الصبع ده ونلفه هنا كده أهو وهنخليه لفي إيده بالشكل ده كده تمام الصبع ده والصبع ده يأدم بيكون لازمتهم إيه ما يكونش لهم لازمة يكون لازمتهم إن انت هتسيبهم على الكراسة بتاعتك يبقى شكل الإيد أهو لف الإيدك يأدم معي شكل الإيد وشكل مساكان القلم بالشكل ده كده الثلاث أصابع اللي هو الصبع ده والصبع ده والصبع ده بيكونوا الألم مرتكز عليه كده ودول كلهم إيه اهو ضغطين على القلم بحيس إن الضغطة ما تكونش إيه ما تكونش برضو قوية يبقى شكل الإصبع الثلاث أصابع هم اللي مسكين القلم كده والصبعين ده لتحرين على الكراسة فلما ييجي أدم يكتب مثلا هيمسك القلم بالشكل ده كده ويكتب في نقطة لازم أن نقول عليها ولازم أن نعرفكم عليها اللي هي إيه ما بين سن القلم وما بين الثلاث أصابع اللي هم مسكين القلم دول ما ينفعش أدم مثلا لحظة واحدة يا أدم يمسك القلم من هنا كده ما ينفعش أدم بيجي يمسك القلم بالشكل ده كده أول حاجة مش هيبقى شايف سن القلم اللي هو بيكتب به تاني حاجة هتلاقيه مش مستريح أثناء الكتابة فخطه طبعا ومليون في المية هيطلع سيء ومش كويس حلو جدا تاني حاجة معانا لابد يسيب إيه أه ساب مسافة ما بين سن القلم والثلاث أصابع بالشكل ده كده تمام بيكون محكم القبضة خلاص يا أدم خلاص كفايا بيكون محكم القبضة بالشكل ده كده بيكون محكم القبضة بالشكل ده كده اهو ميكونش سن القلم كويس. دي اول حاجة اللي هي الطريقة الصحيحة اللي يمسك من القلم. حلو جدا. وضع الكراسة امامك اثناء الكتابة. بعض الناس بيكون مسلا المكتب بتاعه هنا كده. عايزك تركز في الكلام اللي هنقوله لان ايه? مهم جدا. مهم جدا لجميع الاعمار. الكلام ده اللي هنقوله في الدورة او خلال الدورة هتستفيد به مرة واحدة بس. مرة واحدة هتستفيد به. وهتعرفه مرة واحدة بس. وهتكيب نفسك في انك تعرفه. لكن هتستفيد بيه العمر كله. تمام؟ حلو جدا. يبقى الكراسة بتاعتنا امامنا اه بشكل ده كده. بتكون الكراسة بتاعتنا امامنا. والمكتب بتاعنا هنا يبقى ده المكتب. وانت جلس على الكرسي هنا كده. الكرسي هنا. والكراسة قدامك كده. فالسطور بتاعتنا بتكون قدامنا بالشكل ده كده. تمام? فاتجاه الكراسة already بيكون اهو بالشكل ده اتجاه الكراسة كده وانت المكتب بتاعك هنا والكرسي بتاعك كده فاتجاه الكراسة بيكون بالشكل ده كده الشكل ده عايزين يقول ان انت لو بتستخدم الشكل ده يبقى الشكل ده خطأ يبقى الشكل ده خطأ يبقى الصح يا سيد محمد الصح لو المكتب بتاعي هنا كده ده المكتب والكرسي بتاعي هنا كده أتطبعي الكراسة ك será husky فالكراسة ت diagrams بالصفيف كامالي عدد بالصفيف ليشاوية بميلها شوية كده علشان لما اجي اكتب ابقى شايف السطور قدامي وابقى شايف سن القلم كويس وابقى شايف الكتابة بتاعتي بشكل كويس علشان اقدر ان انا اكتب واحسن خطي تالت حاجة معانا هي التمارين المهمة اللي هندخل بيها لدورة تحسين خط الرقعة بالقلم العادي وابقى شايف الكتابة بالقلم ويوضع الكراسة امامك اثناء الكتابة بالشكل ده هتيجي الابنك او بنتك او حضرتك لو حتى بتحاول تحسن خطك الحركات دي هنعملها بالشكل ده واحد واحد اهو بعملها فيها درجة الميل دي ما تسألنيش ليه ما تسألنيش ليه وهنقولك كمان شوي اهو بعمل الحركات دي بعملها مرة واحدة بس محمد وخلاص والسلام لا انا بعملها اكتر من مرة وبملش ما بملش وانا بكتب يعني اكتر من مرة هكتبها مثلا عشر سطور خمشار سطر او امن للكراسة اللي قدام دي الحركات اللي يبنون عليها دي وهاجي برضو هنا بلون مختلف واجي اعمل كده وكي انك بتعمل حرف الف اهو اهو بالشكل ده اهم حاجة يبقى الشكل قدامي حسن اهو اول حاجة هعود ايدي على مسكة القلم الصحيحة تاني حاجة هعود ايدي على اني اكتب كتير وده الشيء هنحتاجه خطوة بخطوة مع بعض واحنا بناخد دورة تحسين خط الرقعة بالقلم العادي من خلال الدورة دي ان شاء الله بإذن الله هتكتب بالطريقة دي وهتكتب بسرعة بالشكل ده يبقى عايزك تيجي برضو اهو انا هنيجي مثلا كده كده اهو تعالوا هنا وهنعمل نفس الحركات اهو اهو بقى اللي دي اللي فوق اهو ما ملش بقى ومزهقش واقول لقصد محمد بيعمل لنا كده ليه لا انا بعمل كده بقى قوي عضلة ايديا او ادين الطفل اللي بيتمرم معانا تاني حاجة بعرف اشكال او ميل او درجة ميل الحروف اللي هناخدها فيما بعد اهو اهو ما ملش بقى مزهقش ما اقولش انا عملت مرة واحدة وخلاص لقى الحركات دي هتعرف قيمتها بعدين لما نتعمق في الدروس اكثر اهو باجي اعمل كده بلون تاني اهو يبقى عايزك تكتب مرة واثنين وثلاثة وعشرة وتعمل الحركات دي مش هننتقل للدرس الثاني الا لما تكون عامل الحركات دي وعمل لي كده ايه اه 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 صفحة كاملة من الحركات اللي تحت دي مع اه الشكل الاولان اللي هو اللي احنا قلنا عليه الطريقة الصحة اللي امسك بالقلم تنسك القلم بطريقة صحيحة وتضع الكراسة قدامك بطريقة صحيحة الى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم نلتقيكم ان شاء الله في الدرس رقم اتنين او الدرس الثاني من دورة تحسين خط الرقعة بالقلم العادي دمتم في رعاة الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محمد ابو المجد من قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب مع السلام